في يوم الأحد الماضي كان في ذكرى قيام الثورة السورية مظاهرة قامت في فيينا ذهبت أنا والمصور دهام والزميل أيضا عبدالقادر لتغطية هذا الحدث في أثناء عملي كمراسل استطلع عراء الناس سبب مشاركتكم ماذا يعني شو حابين تحكون بهذه المظاهرة وسبب مشاركتكم فلفت نظري مجموعة من الأشخاص يتوشحون الكوفية والعالم الفلسطيني فذهبت لي أجري معهم لقاء وعند ذهابي إليها تحدثت لي أمانة النقل أنا ذكرت بدأت أنا ما بحكي معك ثم بدأت بسيل من الاتهامات أنتم قناة مطبلة أنتم قناة صهيونية أنتم قناة إسرائيلية حملت حالي وبتعادت فبابتعادي على جانب المتظاهرين من الجانب لحقني شاب أراد أن يجري معي لقاء وأن تحدث أيضا سبب مشاركته الشاب هذا فلسطيني شاب سوري طبعا أنتمتني بسيل من الاتهامات أنا لا أمثل السوريين أنا لا أمثل السوريين حقيقة أنا أمثل نفسي كأدهم اللي جي في مشاركتي في التظاهرات أو في نقل التظاهرات أو في نقل الأحداث أنا أمثل نفسي أدهم اللي جي فقط لا غير للتوضيح عودة إلى الحدث هذا الشاب أراد أن أجري أن يقول لي بتصريح أتفاجأ بهذه السيدة ومعها شابين أو ثلاثة يأتون فيصحبون الشاب أنت صهيوني أنت إسرائيلي أول الاتهامات كانت بالقناة ثم كما يقال بالعامية وصل لي دقني البل أنت صهيوني أنت إسرائيلي لتقوم بعدها أسألها شو السبب عندك أدلة أنت استضفت إسرائيلتين عندك في المحطة أنا من خلال عملي كمتدرب طبعا أشكر أحمد المراد وأشكر النمسا ميديا أنه أتحت لنا فرصة للعمل كمتطوعين وكتدريب على مسألة الإعلام أنا من خلال عملي في هذه الفترة أنا استضفت سيدتين هما السيدة ليلى حاجولة والدكتورة إشراقاء حامد فأعتقد هما عربيتان واحدة من بلدي سوريا والأخرى من السودان الشقيق فأنا لم أستضف في هذه الحوارات الجلسات الحوارية أي صهيوني أو إسرائيلي هذا أولا ثم ذهبت هذه السيدة استوضحت منها عندك أدلة وضحيلي فهميني وين الغلط اللي أنا ارتكبته لتذهب قليلا ثم تعود هذه السيدة شوف مشان أمانت النقل أنا كتبت إذا بتصور بتحدث السيدة إذا بتصور رح أشتكي عليك أنا أشتغل في اليوغانت أمت هنا تحتها خط أنا أشتغل في اليوغانت أمت ورح أورطك وورطة إنها أول ما لها آخر ورح تحاسبني تقول أو حاسبك قانونيا والصوت لم يأخذه المايك لم يأخذه الصوت عادت الكرة وقالت أو حاسبك قانونيا باليوغانت أمت وحاسبك على التصوير من خلال اليوغانت أمت بلاحقك وبجيبك وبجيبك من عيونك يعني كمية من الوعد الترهين تدين نفسها يعني تدين نفسها هذا أمر خاص فيها أنا يعني يا ممدوحة وقع أنا في بلد بلد حريات وبلد قانون طبعا أنا ما خص الجزئية الأولى باتهاماتها لأنها كصهاينة كقناة صهيونية إسرائيل هذا وجه النظر أنا كإعلامي أحترم وجهة النظر ككل أما أن يصل لا بس دي الاتهام ده مش الاتهام الاتهام هذا خاص فيها أما ما يصل للأمر بأنه استغلالها لمنصبها الوظيفي بتهديدي لسحب أطفالي عندما يقول لك شخص يعمل في اليوغانت أمت أنا قادر أوصل لك أنا أورتك وبورطة أنت أكبر منها ماذا يعني ذلك هل هي قادرة على إلغاء حماية الثانوية مثلا أو على سحب أطفالي مني هي بدي لأفسها على فكرة نعم ثم ذهبت أنا في نفس اليوم كان أطفالي بسحبة أمهم في المستشفى أديت العمل وزميلي جاب الكاميرات لأستاذ أحمد ووصل معي أستاذ أحمد أدهم شوفي قلت له والله يا أستاذ أحمد إحنا نطلع حتى يتم تصبيت حسابات على ظهرنا حتى نهدد حتى نسب حتى نجتم يعني نحن عم نعمل في مجال إعلامي هذا مجال يعني أنا عندما أنقل خبر أقرأ خبر وأنقل خبر وأنقل حدث أي جريمة أنا أرتكبها من خلال عملي مع هذه القناة أنا أتسأل هذا السؤال أطرحه على حضرتك على الهواء مباشرة وعلى الجمهور ككل وعلى السيد أحمد مراد شو الجريمة اللي أنا اقترفتها أولا نحن بنستنكر الرد الفعل هذه السيدة استنكار تيم ثانيا هي دخلت نفسها في جرائم متعددة ده سبق قصف ليك إنها تتهمك اتهام غير ملوش أي دليل ثانيا إنها تهددك إنها تأخذ أطفالك وتستغل وظيفتها إذا كانت فعلا تعمل في اليو جند أنت إحنا هنا في دولة قانون نعم ونستفى شريع نعم من قبيل كل الضغط يعني من أكبر الجرائم هنا إن حد يمثل أو يكون هناك في حرية الصحافة لحق مكفول للإعلام وتعتبر هنا فعلا يطبقوا إن الإعلام سلطة ربعة ويمكن دي أثرت مشكلة تانية إن كان مع حزب الحرار إن فيه واحد تعرض مبارح والنمسا مقلوب أصلا عشان اعتداء أحد أفراد حزب الحرية على أحد الإعلاميين من قناة تقريبا 24 صحيح لي سيد من دوح هو تعرض لشخص يعمل كصحافي أنا لم تتعرض لي لشخصي هي تعرضت بالتهديدات لأطفالي عندما تعمل باليو جند أنت هددت الذي يعمل باليو جند أنت أنا أعيد السؤال على حضرتك ماذا يفعل هل يسحب إقامتي الحماية؟ لا 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 أكيد أكيد لا وبعدين إحنا أكيد هناخد إقراء قانوني بس إحنا طبعا هنسمع رأي البجموندس أحمد مدير التحرير رأيك فلح حصل تحياتي لك سيد من دوح وطحياتي لك زميل أدهم يعني بنيك الحمد لله على السلام من هذا التطرف ومن هذا خطاب الكراهي اللي تعرضت لأله بشكل ممنهج على ما يبدو لأنه كمية الكره اللي كانت صادرة عن هذه السيدة تدل على أنها محتقنة للغاية أنا قبل أن أبدأ بتحليلي معلش أنا مضوح أتف بدي أخذ دورك شوي يعني بدي أسأل الزميل أدهم يعني أنا أدهم أنت لو كان عندك أنت صلق تقريبا معنا قرابة سنتين أقل شوي أكتر شوي موجود عندنا تلقيت تدريب هنا حتى قدرت تتسير توقف دام الكاميرا وتكون أحيانا مراسل مقدم ومدير برنامج بشكل بآخر لو كان في عنا نحنا هنا توجهات ما من الكلام اللي هي السيدة هاي دعت فيه كنت أنت كنت موجود معنا أنت أو أحد من الزملاء التانيين أو الأستاذ أنضوح نفسه لو كان عندنا توجهات مثل الطريقة اللي هي اللي عم تحكي فيها بتصور ما هي ما كنتم موجودين أولا أستاذ أحمد إذا سمحت لي بدقيقة نحن نقف قلبا وقالبا مع بضايا وأمور التي تخصص عالمنا العربي جميل جدا إذن أنت بالتالي كنت موجود مظاهرة عم تحاول تنقل صوت السوريين بذكرى الثورة الثالثة عشر طبعا بنهني السوريين صراحة بذكرى الثورة الثلاثة عشر ضد المطالبة بحريتهم ضد الإرهاب والتطرف من كل أشكال ولأن الصورة السورية فعلا كانت عنوان للحرية لكافة شعوب العالم بالطريقة التي انطلقت فيها صحيح أن مسارها تغير بمرحل المراحل ولكن ما زالت هي العنوان الأبرز للتحرر والحرية في العالم هذه السيدة بكل بساطة سيدة موتورة سيدة مريضة سيدة تحتاج إلى علاج نفسي سيدة تفتقر لأقل درجات الوطنية سيدة كارهة لفلسطين بداية وللإنسانية ثانيا يعني تتهم أو تدعي أن نحن صهيونيين ونحن نصديف إسرائيليه هذا شخص مريض هاي الشخص على ما يبدو يعني قاعدة ليل النهار هي وعدد من الأشخاص عما يحكوا بهذا الكلام بهذا الطرح يعني أنا بصراحة بستغرب كيف هيك شخص متشدد شخص خطير هذا شخص خطير هذا شخص أنا أتهمها أن هاي 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 تشابه النازية هاي تشابه الداعشية هاي تشابه كل تطرف موجود بأي مكان بالعالم الذي يشجع على القتل والدمار يعني عندما على سبيل المثال أحد من المتشددين سمعها تقول أننا نحن قناة صهيونية قناة كذا 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 يجي الشخص هذا يجي أحد من هالمجانين المنتشرين في فيينا ونحن ندرك أنه يوجد العديد من هؤلاء منتشرين ويقوم بعمل ما في مكتبنا المعروف والمعروف عنوانه للجميع في فيينا أو أن يقوم بالاعتداء على أحد من الأشخاص من فريق العمل فهذه الشخصية بصراحة مريضة وأنا أتحداها وأتحدى من يقف وراءها وأتحدى اليوجند أم تبعا وهي عم تسمعنا هلا بشكل أو بآخر أن تجرؤ أن تجرؤ على أن تأتي ببنتشف أن تأتي بكلمة أن تأتي بأي تصرف تجاه الأستاذ أدهم أو أي أحد من هذا الكلام الكراهية وأنا أتحداها أن تتواصل معنا وتقول أنا أسمي فلاني الفلاني طبعا هي للعلم تم إرسال هذا الفيديو إلى المخابرات النمساوية تم إرساله إلى العديد من الجهات التي تقوم صراحة بمتابعته بما هي معنية به أما هذه السيدة المريضة التي أنا أشفق عليها بصراحة وأدعوها لأن تذهب لتتعالج في أقرب مصحة عقلية للموتورين وأن تعيد حساباتها بمعنى الوطنية وبمعنى فلسطين التي هي فعلا قضية فلسطين والقضية السورية مثال للقضايا العادلة واللتحرر في العالم وأدعو وأدعو كل من يتظاهر الآن في هذه الفترة في الشوارع للتحرر والحرية والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني ومن يقف معه أن يطرد هذه المريضة وهذه الشخص النكرة وهذا الشخص الخطير بصراحة الذي يشكل خطر على قضية فلسطين الطاهرة والمحقة وأيضا السورية وأيضا صراحة أستغرب كيف هيك شخص عنده هذه الأفكار المسمومة أن يدخل بين السورية يعني أنا مش هزين نضايا حقنا القانوني أكيد الموضوع هننأشه قانونيا وإذا كان فيه أحد اللقرات طمم مناقشته قانونيا ونحن قمنا بنشر الفيديو والمقطع كاملا على كل منصاتنا والمشاهد والمتابعة اللي موجود عنا بإمكانه يشوفه إن كان على الفيس على اليوتيوب على التكتوك على كل قنواتنا موجودة بإمكانه يحكم أدهم عم يعمل لقاء تيجي تخطف المايك أو تخطف الشخص منه ما تعمل مع لقاء شو التطرف يا راجل شو التطرف أنا مقدرت أتخيل أنه الفلسطيني يوصل لها المرحلة هاي من التطرف لا مقاضاتها القانونية 100% هذا الكلام نحن عم نمشي عليه وذلك نحن نتحدىها نتحدىها ونتحدى كل من يقف وراءها أن تجرؤ وأن تتصواصل معنا لأنه سيرفع عليها قضايا وليس قضية قضايا أدهم بشكرك شكرا جزيلا بقولك الحمد لله على السلامة مرة تانية ومهما يكون طبعا في المنسا أنت بطل وأعتقد أن كل الحاجات دي مش هتوقفنا عن نقل الحقيقة وإحنا بنقدم خدمة نعم شكرا لكم أنا مسألت البطولة هذه شكرا لمتحك لكن كما أنا أشكركم عن طريق البيت المباشر شكرا أحمد مراد شكرا أستاذ ممدوح والقناة التي فتحت لنا أبوابها للعمل التطوعي للتدرب شكرا وكل التوفيق